موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعزائي المشاهدين نعمة من نعم الله تبارك وتعالى في هذا الكون وهي مطلب كل مخلوق على وجه هذه البسيطة ألا إنها نعمة الأمن والأمان نعم بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني كبيرة ومقاص الجسيمة في تحديد المصير حيث إن جميع شؤون الحياة مرهونة بها وجودا وعدما أعزائي المشاهدين إن حاجة الإنسان للأمن والأمان كحاجة الطعام والشراب والعافية للأبدان كيف لا وقد جاء الأمن في القرآن والسنة قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن هو شريان الحياة في ظل الأمن يهنأ الطعام ويلذ الطعام ويذوق المسلم حلاوة العبادة قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أعزائي المشاهدين لا يعرف فضاء النعمة الأمن والأمان إلا من فقد هذه النعمة وعاش في خوف ورعب وتشريد وغربة اسألوا القرى من حولكم اسألوا الغريب عن وطنه واسألوا المشرد عن أهله واسألوا اللاجئة عند الآخرين وشاهدوا بعين الشكر والبصيرة ما تنقله إليكم وسائر الإعلام نحمد الله سبحانه وتعالى بأن من علينا بنعمة الأمن والأمان في دولتنا الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وندعو الله عز وجل من أعماق قلوبنا أن نظل ننعم بهذه النعم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر